مجهدين الساعة الوقت التسعة معنا وموجز لأهم الأنباء مع هالة فضل يهال شكراً منا التاسعة صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي للرئيس وزراء العراق محمد شيع السوداني حيث بحث سبل الارتقاء بأطر التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول القضايا العربية والإقليمية المشتركة وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن السوداني أكد حرصه على تعزيز آليات التعاون الثنائي مع مصر والبناء على نتائج زيارته الأخيرة لمصر في مارس الماضي قال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن أنتونيو جوتيريش يشعر بالفزع إزاء التقارير التي تتحدث عن عنف واسع النطاق في أنحاء درفور بالسودان وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة أن جوتيريش قلق للغاية من تزايد البعض الطائفي للعنف داعيا الطرفين المتنازعين إلى وقف طويل الأمد للأعمال القتالية نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري القول بأن إسرائيل شنت ضربة جوية استهدفت نقاطا بريف دمشق وأصفرت عن إصابة جندي بجروح خطيرة ووقوع خسائر مادية وأوضح المصدر العسكري أن إسرائيل نفذت ضربة جوية من الجاه البولان السوري المحتل مستهدفة بعض اللقاط جنوب غرب دمشق مضيفا أن قوات الدفاع الجوي تصدت للسواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها أعرب البيت الأبيض عن قلقي إزاء تقارب عسكري محتمل بين جنوب إفريقيا وروسيا وذلك ردا على دعوة أطلقها أعضاء في الكونغرس الأمريكي لفرض عقوبات على بريتوريا وقال المسؤول في البيت الأبيض جويد ديفرمونت إن البيت الأبيض يشارك الكونغرس مخاوفه بشأن شراكة أمنية محتملة بين جنوب إفريقيا وروسيا ويأتي ذلك بعدما اتهم السفير الأمريكي في بريتوريا حكومة جنوب إفريقيا بتصديد أسلحة إلى روسيا التي تقوم بعملية عسكرية في أوكرانيا منذ أكثر من عام قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه يحق لأي رئيس أمريكي الاحتفاظ بوثائق مضيفا أنه يجب إسقاط التهم ضده خلال كلمته أمام أنصري في ولاية نيوجيرسي أضاف ترامب أن محاكمته فيدراليا تعد استغلالا سيئا للسلطة على حد وصفه يأتي ذلك بعدما دفع ترامب ببراءته من التهم الجنائية الاتحادية الموجهة له والمتعلقة باحتفاظه دون وجه حق بوثائق تتعلق بالأمن القومي عندما ترك منصبه قتل عسكريان يابانيان وأصيب ثالث بجروح في إطلاق نار وقع في ميدان رماية للجيش الياباني في مدينة جيفو بحسب ما أعلنت وسائل أعلام محلية وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن الشرطة اليابانية أن مطلق النار عسكري شاب يبلغ من العمر 18 عاما وقد تم توقيفه ورياضيا يلتقي المنتخب الوطني اليوم مع نظيره الغيني بملعب مراكش بالمغرب في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ويتصدر المنتخب الوطني جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب الغيني الوصيف بينما تحتل ملاوي وإثيوبيا المركزين الثالث والرابع بالرصيد الثلاث نقاط لكل منهما كما أدى المنتخب الوطني الأولمبي تدريبه الثاني بالإسكندرية استعدادا للقاء النودي مع غانا الخميس في معسكره المغلق استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بالمغرب وهي المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 وشهد التدريب تنافسا بين اللاعبين للفوز بثقة المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي الذي حرص على إيقاف التدريب أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين وتحفيظهم طريقة اللاعب وخطة مواجهة غانا انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل